مرة تانية حضراتكو السبب الرئيسي وحتقول لي انت كل شوية تتكلم عن الجمهور ايوة فندي مرة هتكلم عن مين العنصر الوحيد في هذه المنظومة الكبيرة جدا اللي بيدفع من جيبه علشان يروح يتفرج على شعار ندي وبيروح يتعرق وبيروح يتفرج على فريقه بيحب فريقه وبيشجع فريقه لغاية اخر ثانية فلازم اعود اتكلم عليهم كل يوم انا مفروض وجهة نظري انه كل البرامج تتكلم عن جمهور النادي الاهلي واللي بيعمله جمهور النادي الاهلي يوميا سواء في انتقاد سواء في وقفة لانه في وقف وقت الجد لا بتلاقي جمهور النادي الاهلي غير زي ما قلت لحضرات قبل كده بدون الخروج عن النص ممكن ينتقد ممكن يعمل لكن بدون الخروج عن النص وخلي بال حضراتكم انا تعلمت من جمهور النادي الاهلي هذه الامور وحفظة لقولها كل شوية واكررها كل شوية انه جمهور الاهلي بيعرف امتى ينتقد وامتى يتوقف عن الانتقاد لان برضو في نفس الجانب الاخر عندما تنظر تجد ان هناك ادارة واعية عارفة كويس جدا 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 ايه اللي بيحصل وعارفة متطلبات الفريق خلي بال حضرتك لما بيكون عندك اخطاء انت ما عندكش يعني المسؤول عن كرة القدم شاف الامور دي كتير جدا واللي مسؤولين عن كرة القدم عارفين ولعبه في النادي الاهلي مواسم طويلة جدا وعارفين متطلبات الجمهور ايه فلو في حاجة غلط بتتصلح وبتتصلح بسرعة وهو ده المهم وهو ده اللي بيخلي جمهور النادي الاهلي دايما واثق في اقدارته لانه في النهاية بحاول على قد ما اقدر اشوف او احط فكر معين لقيت الفكر ده في حاجة غلط غير على طول لو لقيت في حاجة غلط غير وبداية التغيير هي ده نجاح بالمناسبة يعني فزي ما حضراتكم شايفين كده هنفضل في ظهر فريقنا مباراة البيرامد اقفل خلاص انتهت مش هنفكر فيها مش هنتكلم فيها تاني تلات نقاط اضافوا على رسيد النادي الاهلي عندنا تلات نقاط في المباراة اللي جاية مباراة امبي ان شاء الله تلات نقاط مهمين جدا وكالعادة حضراتكم هيكون السبب الرئيسي ان شاء الله في حالة ان شاء الله فوزنا بهذا الدوري هذا الموسم هفكر حضراتكم بالكلام اللي انا قلته ده ان جمهور النادي الاهلي سيكون العامل الرئيسي كالعادة في فوز النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بالدوري العام اذا قدر ربنا كده شاء الله يعني